السلام عليكم معكم اللعاب أريد أن نرد على فئة معينة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج فئة هذه الجالية التي ستزيد في هذا الوطن الحبيب وهم يتوجدون بروكسل مادريد أوسلو كوبنهاجن وزيد وزيد من العواصم الأوروبية وباقي العواصم الأخرى أريد أن نقول هذه الناس هذه الجالية المقيمة بالخارج لم يكن تحشموش لم يكن أريد أن تنوضل فتنة في هذا البلاد أريد أن تجعلها رعب لماذا؟ لماذا؟ ولكن ثم ولكن لا أريد أن نجعلكم لا أريد أن نجعلكم لأننا المغربة لدينا الروح الوطنية ونحب ملكنا ونحب مغربنا ونحب رأينا 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 ونحب مغربة مغربة ونحب دعنا ونحب الناس تحصل إلى أمير لغربة في المدن الأوروبية ماذا تريدون هذه البلاد التي تتسمونه كالطالب ماذا تريدون هذه البلاد؟ أول شيء بعد ذلك تريدون مطالب وانتم رفعون عالم الانفصال أو رفعوا العالم دينا ورفعوا العالم دينا ورفعوا بأنكم تتضامنوا بأنكم تريدون مطالب اجتماعي والاقتصادي والثقافية ورفعوا العالم المغربي هنا أعرفكم بأنكم مغاربة تطلبوا المطالب الاجتماعي وانتم رفعوا هذه الانفصالية ويقولون مغاربة يريدون أن يغيروا في البلاد ماذا تغيروا؟ ماذا تغيروا كثير من هذه البلاد؟ نحاول أن نضخموا في هذه المواضيع كثير من المغرب كما تجدون من المغرب؟ أرحبوا بكم لا تجدون أن يجعلوا لكم حيث لدينا المجالية ومقيمة في البلد وكل شيء يرحب بكم وإنتمين من أرحب بكم ماذا تريدون أن أجل من هذا الشيء؟ ما تريدون أن تريدون أن أجل من هذا الشيء؟ وقفوا معها جروا معها تنتوما وقفوا مع هذه البلاداتين وقفواها حدثة غادية توقف غادية تقدم حضارة وفضل ملكنا الشاب اللهم ينسرون لنا ما عرفتش كنرحبو بكم ما كنخليو منذيرو لكم ولكنتوما كواحد القضية ما فهمتش ما فهمتش كيف تريد هذه المطالب الاجتماعية وفي هذه المنطق لا يمكن لا نسمحوا لكم باتاتا لا نسمحوا لكم بها لأن المغاربة الحرار هو ملك يحبون وطنهم وملكهم نسيت الخير نسيت الخير الذي كان يجري علاقة بكم من دولة إلى دولة لكي يمشي لها لكي يتحلوا لكم ها نسيت هذه المسألة هذا هو الجزاء في سيدنا هذا وجره ويهضر معه وكيف يدعون لكم واحد المكانة كبيرة عندهم ويحترموكم ويقدسوكم من ضمن دول آخرين ها نسيت هذه المسألة وكيف يدعون مع الحكومات الدولية على أساس أنهم يوفروا لكم راحة وعامال وكذلك وكذلك حرام حوال وغير كانت المطالب الاجتماعي واقتصادية وعطت علمات ووقف على قدم وصاق ومتبع الأمور كما هي ماذا كثير من هذا الشيء؟ ولكن المسألة التي سأقول لكم يا ناس من هذه الفئة من الجالية المقيمة بالخارج رأوا الله لا تتعلموا ب شيئا رأوا الله لا تتعلموا ب شيئا كونوا على يقين لا تتعلموا ب شيئا نحن شعب واحد متماسك يد في اليد مع ملكنا مع وطننا وعاش المالك وعاش محمد السادس والله ينصرون والله يحفظون واكلين شاربين مبرعين الحمد لله ولله الحمد ولله الحمد ماذا؟ مرتاحين وعايشين في سلم وأمان والأمن والسلام الكل يعترف في الدولة هذه الكل يعترف في الدولة المغرب وما فيها من تعايش مع الأجناص مختلفة ماذا تريدون؟ أريد أن نضع الفتنة؟ المغرب يضرب به المثال في أي بلد في أي بلد يضرب به المثال لأن الكل يحسدون إذا لم تردون بهذه البلاد لم تردون بها لماذا تردون لها؟ لماذا تردون لها؟ ولكن ما نقول لكم هذا المغرب أرض شريفة أرض شرفاء لا تقبل أصحاب الخيانة والفتن هكراكم تردون بصورة المغرب المتقدم الذي يشهد العالم به والحمد لله بالسياسة المولوية السامية من صاحب الجلالة والله ينصرون لنا والكل يريدنا والله يكثر من حسادنا الله يكثر من حسادنا الله يكثر من حسادنا هذه البلاد العظيم كنت نرى اللي الفئة المعينة من الجالية المقيمة بالخارج والله ما بغى الخير لهذه البلاد أنا كتبالي هذه مسألة والله ما بغى الخير لهذه البلاد ولكن حتى نحن لا نريد أن نكون حتى نحن لا نريد أن نكون لأن نريد الناس يزيدون في هذه البلاد ونحطموها لماذا سنحطموها فيها كل شيء جيد كل شيء بخير لماذا سنحطموها ولماذا سنوقفوا المسيرة التي تقدم هذه الوطن الحبيب وأنا واثق من هذه الفئة من الجالية المقيمة في الخارج التي تريد الفئة في هذه الوطن هي الفئة التي تحامل جوال الصفر الأحمر يقولون أنه لماذا سنحطموها لديهم البلد الثاني سنحطموها إذا لم تحققوا هذه المراد سنحطموها في بلاد الخراب وغير المغرب نحن نقول لكم المغرب متماسك جنوبا وشرقا وغربا وشمالا من طنجة إلى القويرة يكونوا على يقين هل تفقين بذلك؟ يكونوا على يقين الحمد لله سنحطمونا جاءنا والله ما يروحنا والله أن يروحنا broke والله من الأمام من البلدان الاوروبية لا تدفن البلاد هو الاصل الحمي الاخناز يجب أن يكونوا لماذا سنرى بصورة هذه البلاد؟ لماذا؟ حشومة والله العظيم من حشومة وعيب وعار دعوني تكون فيكم احد الروح الانسانية الروح الوطنية لماذا؟ انا كنت عافي لأن المطالب نطلب المطالب بالرأة نطلب المطالب الاجتماعية نطلب المطالب والحقوق نطلبهم بالرأة وعاش المالك ونطلب الحق ولكن كيف حامل الراية للانفصال؟ وكتقولوا بغي الحقوق ومتضامنين مع الاخواننا في الريف إنهم يناسوا في الريف يريدون أنهم ينحظوا في امتالكم والديكم هذا الحماق والله ما علي لحماق ونتمنى إن شاء الله أنكم تشعروا ثوابكم ولكن كانت شوفتين عياما كانت نعفوش من نشدوكم ولكن اللي نقول لكم رجعوا نفسكم وحافظوا على هذا الوطن ديلكم وحافظوا على هذا الملك الزوين هذا الملك الشاب وعلى مغربيتكم رح يضرب بها المثل في أي بلد من البلد العالم حيث رحكم عارفين المغرب تقدم تقدم حضريا وتكنولوجيا وكرشي صناعيا وفلاحيا ولله الحمد والحسار كثير على هذه البلاد السعيدة الحسار كثير وحنا كنتم تزو بالخير والخمير والأمن والسلم والأمان ومعايشي مع بعضياتنا مرتاحين ايوه خليونا من هاتشي كله وراه كل شي غادي يقول لي بخير دقا دقاك يحمل الواد وبالفعل الله سبحانه وتعالى تفضل الله سبحانه وتعالى والسياسة السامية صاحب الجلالة والله ينصره ويطولنا في عمره وعاش الملك والله الوطن الملك كنعيد الله الوطن الملك عاش الملك عاشت المغرب وعاش الشعب المغربي الحر للأبي الوفي لملكه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتمنى الخود أنكم تبرتجوا معي هذا الفيديو هذا الله يجزيكم بخير على الأقل بحكم الإنسان المغربية الوطنية الله الوطن الملك عاش الملك